تحياتي موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العالمية سلسلة اللي بيش تهزنا اليوم للولايات المتحدة الأمريكية وين عالم الإجرام والمجرمة كل مرة وين يطلعوا بطرق جديدة متاعها إهام ومتاعها نهزوا العباد في ثنية معينة بيش نتصوروا أنه المجرم ما يكون كان فلان قبل ما بعد ذلك نكتشفوا أنه الكل مجرد عملية تمويه تو بعد شوية تفهم معايا كيف نقدم لك كل التفاصيل بالنسبة للي فيكم مازال لم يلتحق بعد بالمحقق أدعوكم أنكم تلتحقوا معنا على القناة على اليوتيوب وإلا ليحب يمشي فيكم الأبعد ويتفرج في الحلقات متاع المحقق كاملة من غير إشهار نجمو زيدا تحملوا تطبيقة المحقق المحقق باي تي تي تحملوها على تليفوناتكم وأكاكة نجمو تتفرج وتسمعوا المحقق زيدا وين ما كنتو أما الآن إذا كانكم حاضرين هتنطلقوا في تفاصيل هذه القضية الجديدة إذن قضيتنا اليوم قلت تأخذنا للولايات المتحدة الأمريكية لتحديدا مدينة فانسين في لينديانا وسنرجع بكم من نهار 7 سبتمبر 1997 اتصال مركز الشرطة في ولاية لينديانا من عند شاب شاب باي اللي هو منهار اسمه براون يبكي يسيح وقال أختي أختي ماتت أختي تقتلت أخته هي بروك بيكر براون وبروك كانوا لحقيقة قرب برشة لبعضهم كل نهار تقريبا يمشي إما لأخته للجامع اللي كانت تقرى فيها وإلى للدار اللي تسكن فيها يطل عليها ويتطمن عليها براون نهرتها وصل للدار أخته مع الأربعة متاع العشية دق الباب ما حلتلوش عايتلها كيف كيف بو قال باي لك شي خرجت امشي وعاود رجع عليها في الليل عاود دق الباب عاود عايد لكن لا حياته لمن تنادي رغم اللي هو عارف ومتأكد لها تستنى فيه في بالها بيه اللي هو جاي بحضيها وقتها قرر يمشي لدارهم يجيب المفتاح الثاني متاع دار أخته ويرجع يحل بيه ردبالي كرانا سبعة وتسعين بالتالي يمزيل فمياش يكلمها في البرتابل ويسهل عليها وكذا بحل الباب أول ما دخل يسمع في صوت متاع ما يجري في السلدبان بو قالي ظهر لي أنا فهمت ما تكون كان تعمل في بانو وصرحة تعدات في الطويل مشي مشي للبانو دق الباب ما حلتلوش حل الباب ودخل يلقى الماء يمشي ولكن أخته ما فهمة لها حتى أثر يسكر الماء ويبدأ يعيتلها باسمها ويبدأ يلوج عليها في الدار ويعيت ويدور من بيت البيت ويحل بيتها ويذا بيه يلقاها فوق فرشها عارية تماما وغارقة في دمها بين أنها مطعونة عدة طعنات في كامل أنحاء جسمها ما نجمشي يشوف أكثر المشهد هذيك عليش أول حاجة عملها خذاء اللي يلقاه قدامه غطى أخته ببطانية وكلم الشرطة وأول ما خذيت الشرطة الموضوع بطبيعة بعد ما احكي لهم التفاصيل حبوا يفهموا اللي ظهرت لهم حاجة غريبة عليش طالبة تتعرض لهذا النوع من القتل الوحشي وحاله الكثير على حياتها العائلية وخاصة الجامعية بروك إليزابيت بيكير مولودة في 24 أبريل 78 بوها اسمه موريس بيكير أمها جانيت وهما أسرة من أربع أفراد بروك عندها أخوه وحيد دايور براون لقل الكالية العائلة مستويهم المادي متوسط لكن بروك كانت شخصية طموحة تحلم وتخطط المستقبل كبير من صغرتها كانت مغرومة بالأدب ثم في مرحلة الإعدادية تكتب في القصص القصيرة وانضمت للصحافة المدرسية عندها برشة أفكار واقتراحات الحاجة اللي خليتها متميزة على بقية تليم في بروك كانت مغرومة برشة بالصحافة والتي تتلوج كيفاش تنجم في سنوات الدراسة هذيكا تخدم في واحدة من المجلات الكبيرة في نيويورك أمها وبوها كانوا ديما يشجعوا في بنتهم ويدعموها بيش تكمل قرائتها وتوصل لحلمتها داخلت بروك للجامعة والتحقت بقسم الصحافة في جامعة فانسان وقالت تكتب مقالات في المجلة متاع الجامعة ويعني حتى أنها بيش تبدأ تكتب جملة من المواضيع بشوية بشوية بيش تعمل تثير الجدل في وسط الجامعة في عامها لول بروك شاركت شاب في السكان الجامعي سكن تيويه كو لوكاتير وانتي بنومها اسمه جيسون الزوز كانوا أصحاب برشا وقرروا أنهم يتشاركوا في السكن مع بعض بروك في الوقت ذاكا كانت تتبربش زي دا على خبار في الجامعة موقتلك مغرومة بدودة الصحافة وتبربش على شكل الطلبة شنو يصير في كواليس الجامعة شنو يصير وراء الأبواب الموسدة وكتبت مقال على الحفلات اللي يعملوا فيها مجموعة في وسط الجامعة فضحت تصرفاتهم كيفاش يسروا يحتفلوا يستهلكوا المخدرات في وسط الجامعة أجماعة هذوما أغلبيتهم من عائلات ميسورة وعندهم نفوذ في المنطقة بل في الجامعة اكتشفت بروك انو الطلبة هذوما عاملين تقول انتي أميكال كيفاش قولها لك يا نادي يعرضوا على بعض الطلبة من مستويات اجتماعية أقل منهم خطر مش اللي يقبلوه في النادي متاحهم انهم ينظموا لهالنادي هذين هما يلزم تقدم مقابل انضمامك وانهم يدخلوك للنادي متاحهم مثلا بعض الابنات يلزم يقيموا علاقات جنسية مع بعض الأعظام تاع النادي يطلبوا حاجات لأخلاقية أخرى يطلبوا منهم يمارسوا أفعال خارجة عن القانون ويصوروا رواحهم ويعطيهم الفيديوهات هذيك يطلبوا منهم يستهلكوا المخدرات ويصوروهم هذا الكل مقابل انهم يدخلوا لهذه النوادي موضوع النوادي سعب شوية ونفهموه في مجتمعاتنا موضوع النوادي الامريكي هو موضوع يعني تعاملت فيه برشة فليم برشة سيريات كتبوا فيه برشة وهو فعلا موضوع عبارة على واحد من الأسرار اللي موجودة في امريكيا نوادي ما يدخلوا لهيش اللي يجي نوادي موجودين فيها ناس معينة علش يعملوها ذايا هالأسرار بين الظفرين بين بعضهم ويصلوا لدرجة انه يقولك انه بيناتنا أسرار لدرجة كل واحد يحمي في صاحبه لانه يخاف لأسرارهم تتكشف بالتالي تولي بيناتهم عبارة نوع من الحماية المشتركة خطر يعرفوا كان طاح واحد يتيحوا الكل بالتالي كلهم يتكاتفوا باش ما يتيح حتى حد وهالنوادي عملت حاجات كبيرة في امريكيا نحكي من ناحية السلبية يعني مجموعات من نوادي هذي وصلوا الى مراتب كبرى في امريكيا بالتالي يطلع معاها صحابه ويحطهم في مناصب معينة حتى يقال انه بعض الرؤساء من الهات المتحدة الامريكية انتموا الى هذا النوع من النوادي ونسكر هذا القوس خطر باش نفهم وتقولوا انت طيب ربي واحد معناها مضروب على مخه ويقول له باش تدخله معنا للنادي يزمك تستهلك المخدرات ونصوروك احنا منفهموهاش خطر معناش هذه هي الفكرة على النوادي لكن هذه هي الفكرة اللي موجودة في امريكيا وعليش هالنوادي هذه زادت حلك برشا بيبانا خطر بو فلان اللي هو موجود معاك في النادي يلقى لك غدوة خدمة هو سيناتور هو رجل اعمال معروف هو وزير هو رئيس بالتالي عبارة على منظومة بكلها تحمي في بعضها عبر الفضائح واضح نرجع للقضية التيعنا بروك اكتشفت اللي قاعد يصير في الجامعة وفي هذه النوادي عملت تحقيق وكان عندها اسرار كبير بيش تفضح وتكشف الممارسات اللي قاعدة تصير من بعض الموجودين في هالنوادي بديت يقول لك عمل التحقيق بديت تفركس تبربش تسأل تكتب من غير ما تنشر بعد في مارس سبعة وتسعين انطلقت في تحرير المقالات ليش تخصصهم لهذا التحقيق حكيت عالموضوع للأساد ذا بتاح وبرشة منهم الحقيقة حذروها قالوا لها رأوا موجود اما سيب عليك عشبنتي ومن غير ما تتعمق في هالموضوع رأوا جماعة لموجودين في هالنوادي ايديهم طويلة وعندهم سلطة ونفوذ وكانوا خايفين عليها لا يعملوا لها حاجة ذرها بروك كانت مصرة انها تكشف اليساير للعلن ولحقيقة قتلك فرصة اذا كان نعمل تحقيق هكا وانا في الجامعة ونتعرف به يحلي بارشة بيبان في عالم الاعلام والصحافة الوحيد اللي كان مسندها ومشجعها علي تعمل فيه هو البنومي متاحها جيزون اللي كان يسكن معها عاونها لحقيقة مش تعرف معلومات عن الموضوع بما ان وهو زادة كان من الاعضاء البارزين في النادي اللي نحكيه عليه اما كان يمد فيها بالمعلومات تحس مس العظام تاع النادي كانوا يعملوا حفلة كل نهار خميس من كل اسبوع ما ينجم يدخل لهذه الحفلة الا الاعضاء والا الناس اللي يجيبوهم الاعضاء يعني يزم واحد يجيب اكتابة بهذا النادي بروك طلبت من جيزون يدخلها لهذه الحفلة وش تشوف تصرفات الاعضاء عن قرب وكي مشيت معاه تنكرت باش ما يعرفها حتى حد من زملائها خاترهم بديوا سامعين بالشي اللي تعمل فيه وفي واحدة من هالحفلات اللي دخلت فيها تعرفت على بنية كانت عضوة جديدة وحكيت لها كيفاش انها تعرضت للاغتصاب من مجموعة من اعضاء النادي بشي قبلوا انها تدخل معاه سريعا حقيقة بتبربيش امتيحها وبانه الحكاية بديتتفوح بشي تكشف موضوع التحقيق اللي تخدم عليها بروك ومن وقتها بديت التهديدات اذا ما وقفتش علي تعمل فيه راك بش تندم حتى جيزون اللي كان مساندها كيف شايف الموضوع بدي يكبر ووجهه له صحابه اصابع الاتهام وقالوله اكيد تسكن معاك طفلة ما تكون كان انتي اللي تعاون فيها وتعطي فيها في المعلومات طلب منها توقف التحقيق اللي تخدم عليه فهي شا عملت؟ خليت له الدار اللي تسكن فيها هي وياه ومشيت تسكن وحدها خاصة وانه لعضاء قتلك عارفوها بما انها تسكن معاه والليو يبعثوا لها التهديدات القديم باب دارها فنقلت الدار اخرى واعتبرت ذلك الحل الانسب بش تنجم تكمل تحقيقها وبحثها كان متواصل حتى وصلت بروك للسنة الدراسية الاخيرة وقتها كانت مستعدة انها تكشف وتنشر كل التفاصيل اللي تحصلت عليها لكن وجهة تلقات مقتول شنو علاقة مقتلها بالتحقيق اللي كانت تعمل فيه في الجامعة هل فعلا جماعة النادي انتقموا منها وما خلوهاش تنشر اللي تحب تنشره ولا الجريمة في الحقيقة ما عندها حتى علاقة بالتحقيق هل نشوفوا تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا للليل اشتركوا في القناة